السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أخواني في هذه الجزئية اللي من خلالها سوف نستعرض لكم محتوى هذا المقرر طبعا مثل ما ذكرنا أن المقرر بإذن الله سوف يمتد إلى 10 أسابيع هناك مواضيع محددة في كل أسبوع تقريبا فكما نلاحظ خلال هذا الأسبوع سوف يكون موضوعنا حول الهوية من خلال هذا الموضوع سوف نتعرف على أربع لقاط أساسية تقريبا جغرافية فلندا والتاريخ العام لدولة فلندا وثقافة المجتمع الفلندي وكذلك سوف نتحدث عن القيم الموجودة في نظام التعليم الفلندي في الأسبوع القادم أو الأسبوع الثاني سوف يكون حديثنا عن النظام التعليم الفلندي نستعرض فيه مميزات هذا النظام خصائص هذا النظام وكذلك المراحل الموجودة في نظام التعليم الفلندي وسوف نبدأ من مرحلة الحضانة إلى مرحلة الثانوية بالنسبة للمرحلة الجامعية فلا أعتقد أننا سوف نتحدث عنها فسوف يكون تركيزنا على التعليم العام الأسبوع الثالث والرابع يعني راح يكون الطالب هو المحور وهو اللي راح نركز عليه في الأسبوعين الثالث والرابع ولكن في الأسبوع الثالث سوف يكون حديثنا عن ما هي أدوار الطالب في عملية التعلم داخل الفصل من خلال المشاهدات وزيارات للمدارس الفلندية والفصول كذلك كيف يقضي الطالب يومه في المدرسة وداخل الصخ كيف يتصرف عادة أما بالنسبة للأسبوع الرابع فيكون حديثنا عن المستويات المختلفة والتي تستخدم في دعم الطالب وهذا شيء تنفرد فيه الفنلندا ومن أهم مميزات نظام التعليم الفنلندي بأنه يقدم مستويات دعم رهيبة ومختلفة لجميع الطلاب في الأسبوع الخامس سوف يكون محور حديثنا عن المعلم سوف نتحدث عن كيف يتم إعداد المعلم وتأهيله لكي يمارس مهنته داخل المدارس الفنلندية كذلك سوف نستعرض لكم عن كيف المعلم يعني يومه الدراسي من بداية الدوام لنهاية الدوام تقريبا تخطيط المعلم للدروس كذلك المهارات الحديثة مهارات القرن الواحد والعشرين اللي احنا دائما نسمع عنها في الآوينة الأخيرة قبل لا تكون عند الطالب لابد أن يكون المعلم يكتسب هذه المهارات ولدي هذه المهارات لكي يستطيع أن ينقلها إلى طلابه في الأسبوع السادس موضوعنا راح يكون عن بيئة التعلم وبيئات التعلم المختلفة سواء كانت المادية ونقصد بها داخل اللي هو صفوة في المدرسة وكذلك اللي هو الافتراضية وبيئات التعلم المقلوبة راح نعطيكم بعض النماذج وبعض الأفكار الإبداعية في تصميم الغرف الصف في هذا الأسبوع أما بالنسبة للأسبوع السابع فسوف يكون من نصيب المناهج وطرق التدريس وسوف نستعرض لكم من خلال هذا الأسبوع مقارنة بين المناهج الفنلندية والمناهج في وطن العربي وخصوصا وتحديدا في المملكة العربية السعودية بحيث نتعرف على أوجه الشبه والاختنام في الأسبوع الثامن سوف يكون موضوعنا حول التقويم بداية راح نقارن بين التقييم والتقويم والقياس سوف نتعرف على استراتيجيات التقويم المستخدمة التي لاحظتها في فنلندا كذلك ما هي أهداف عملية التقويم في فنلندا في الأسبوع التاسع سوف يكون الموضوع حول الشراكة وهذا شيء مهم بين المدرسة والأسرة والمنزل والمجتمع وكيف وجدت هناك العلاقة بين المنزل وبين المدرسة وكيف أن المدرسة لا تعتبر جزء منفصل عن اللي هو المجتمع فالكل يحاول أن يتعاون ويتشارك لكي يقوم بتقديم خدمات تعليمية وميزة للطلاب وتجهيزهم من أجل اللي هو المستقبل في الأسبوع الأخير رح نتحدث عن مجتمعات التطوير المهنية للمعلم من خلالها سوف نتطرق إلى كيف ممكن أن ننقل ما شاهدناه وما تعلمنا وما قمنا بدراسته في خلال هذا المقرر إلى مدارسنا نعم هناك توجد تحديات أعلم ذلك جيدا ولكن كيف من الممكن أن نضع حلول إبداعية فنحن الآن ليس فقط من مهمتنا أن نقوم بعمل نقل المعرفة هذا شيء سنتحدث فيه لاحقا ولكن الأهم من ذلك المعلم الناجح والمعلم المتميز هو الذي يستطيع أن يتجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجهها بقدر الأمكان لا نقصد بأن يكون كل التحديات يستطيع أن يتجاوزها فلذلك سوف نتحدث عن ذلك كيف المعلم الفنلندي هناك يقوم بعملية تطوير نفسه وما هي السبل وما هي الطرق التي يستخدمونها كذلك سنحاول أيضا من خلال هذا الأسبوع أن ننشئ مجتمع خاص للمعلمين على مستوى الوطن العربي كفكرة وكمبادرة نحاول أن نطبقها هذا بالنسبة لمحتويات المقرر أتمنى أن يكون المواضيع الموجودة إن شاء الله تغطي تساؤلاتكم وتغطي إحتياجاتكم ولنبدأ بإذن الله في هذا المقرر وفي أولى المحاضرات في المقطع التالي ترجمة نانسي قنقر